ترأس قدس الأب حنة كيلداني النائب البطرياركي للاتين في الناصرة بفلسطين قداساً إلهياً منح خلاله رتبة ارتداء الثوب الإكليركي لخمسة من طلاب معهد أم الفادي الإكليركي في الجليل حضر القداس الذي أقيم في كنيسة الرسل الاثني عشر على جبل التطويبات أهالي الطلاب والمسؤولون في طريق الموعوظين الجدد من الأرض المقدسة والإمارات العربية المتحدة وأعرب رئيس بيت الجليل في حفل الافتتاح عن امتنانه للرب على الكرم الذي أظهره العديد من الإخوة ليقدموا حياتهم من أجل كهنوتي والعمل الرسولي معتبراً أن ارتداء هؤلاء الطلاب للثوب الإكليركي هو عطية من الروح القدس وفي عظاته ذكر الأب حنة كيلداني أن الله أحبنا ويتوجب علينا أن نعيش في هذه الرحلة الكونية لكي نتمكن من قبول دعوة الله لنا داعياً أن يتحل المرء بشجاعة بطرس وأن لا يتردد من تسخير مواهبه الممنوحة من قبل الله